من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته كذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم تفريج الكرب والشدائد عن أهل الإسلام هذه من تمام الإيمان ومن كماله أن تسعى في حاجة أخيك أن تساعده إذا احتاج إلى مساعدة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته فدائما الجزاء من ننسي العمل إذا كنت أخي المسلم تحب أن يفرج الله عنك كرب الآخرة وما أعظمها من كرب إن كنت تحب أن يخفف الله عنك شدائد يوم القيامة وأهوالها فخفف عن خلق الله آلامهم وفرج عن خلق الله كربهم يفرج الله عنك كربك يوم القيامة من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ما أحسنه من خلق إذا رأيت أخاك المسلم في شدة فتساعده في شدة مالية أو معنوية وتجبر بخاطره لقد قص علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة رجل كان يقرض الناس وكان يكشف عنهم كربهم وكان يرسل غلمانه ويقول لغلمانه اذهبوا إلى فلان إذا رأيتموه موسرا فخذوا منه وإذا رأيتموه معسرا فضعوا عنه فقال الله نحن أحق بأن نتجاوز عنك فتجاوز الله عنه يكشف الكرب عن أهل الإسلام يكشف الكرب عن إخوانه وهذا من تمام الأخوة الإيمانية من تمام قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى تخيل إنسان جسد واحد إذا اشتكت رجلاه سيشتكي كله وسيجلس إذا اشتكت رأسه سيجلس كله ولن يقول هذه رأسي تشتكي لكن جسمي عادي لا إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى فكذلك أهل الإسلام فإذا رأيت أخا لك في كربة فاكشف كربته يكشف الله عنك قرب يوم القيامة إذا وجدت أخاك لا يحسن صنع شيء فساعده واصنعها معه عن أبي ذر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة فقال صلى الله عليه وسلم تعين صانعا أو تصنع لأخرق تعين صانعا رجل يصنع شيئا يحمل على دبته شيئا فتحمل معه يصنع شيئا فتساعده أو تصنع لأخرق أو تصنع الشيئ لمن لا يحسن فعلها لمن لا يحسن فعلها فساعد الناس ووسع عليهم وساعدهم واكشف كربهم يساعدك ربك سبحانه وتعالى ويكشف كربك في الدنيا والآخرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يكشف عنا الكرب والهموم والغبوم في الدنيا والآخرة ونسأله أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته